اليوم رح نشرب قهوة مع المخرج الكبير أول شيء مرسي كتير أنا جيت لعنا الفنان الكبير ناصر فقيه أي تلفزيون ينحط عليه هذا البرنامج بده ينحضر لأنه أورادي بهذا فان بيس كان عنا جمهور كتير كبير بده يلحق البرنامج عرفت كيف طب لشو رجع وقف ما في مثله عادل عمل عملية هادي ما بيعرفوه الناس عمل عملية لأوطار صوته من وراء أبو رياض شليلي موك كلهم أنه أنت خنتوا لسعد الحليل وطلعوا لك بيهول الأساس صاروا كل العالم نجوم ما بقى فيه نجوم صار فيش اسمه ترندرز مين كان أزعج فنان قطع بحياتك صعب الشغل معه الأرقام اللي عملتوا اللي عملناهم بسوبرستار لهلأ ما حدا عملهم ما حدا عملهم مقصودة أنه أنا السوق اللبناني بدايت له أنا هيدراجع معيات الـ LGBTQ أنا ما بيفهمونه أوكي اليوم رح نشرب قهوة مع المخرج الكبير أول شي مرسي كتير لك جيت لعدنا الفنان الكبير ناصر فقيه والله أول شي هادي الكبير ما أعرف موجبتها يعني أنا فكرة ما بيعرف ناصر كان البروتوجيه طبعي أول ما فدت على تلفزيون المستقبل أنا كنت البروتوجيه طبعك أنت المنتور طبعك أنت المنتور طبعك لا أتذكر لما جيت على سوبرستار وقتها واشتغل مع بعض سوبرستار بالضبط أنت وزي فاري جود إكسبرينس يعني ناك رجع شوية ننجع شوية عيام الفيوتر أوكي أنت عملت من يمكن فوعت الحقب الدهبية التانية كانت بأيام الفيوتر وأنت كنت عندك كتير شغل حتى قبل ما إجعنا على الفيوتر كان من حتى عالم الصباح صح الشورتيز اللي كنت تعملهم بعالم الصباح بعدين تتذكر أول ما بلشت بالكوميدي أنت بلشت عمل سكيتشات كان في معك محمد حسن وهي كانت أول ضربة زاكر ورجعتنا كتير خبرنا عن هالفترة بالفيوتر أنا بلشت بالفيوتر بالعالم الصباح بتنقلت أنت طبعاً كان نعمل فكارات بعالم الصباح وأول فكاراتي اللي عملتها بتذكر من كتابتي وإخراجي كانت فكرة اسمها مسلاً أي مسلاً مسلاً كنا ناخدك مسأل لبناني والمسله والجمهوري يققوا على التلفزيون ليقولوا شو هو المسأل كان يشتغل معي فيه مظبوط وقت شاب اسمه محمد حسن كان مشهور يعني درب وقتاً درب يعني بالشارع بتلاقي العالم كلهم أبو أحمد أبو أحمد بيعرفون يعني كان تعرف هذيك الأيام الفيوتر كانت كتير مميزة يعني بعالم الصباح وببداياته وكذا فإيه كانت أول فكرة بعملها هذي كان كتمثيل يعني طبعاً بعدين انتقلت للإنتاج وسنعمل برامج أكبر ايه في برامج كتير كبيرة عملت وإنكلودين سوبرستار بالفيوتر صح بس انت يعني هك انت بوقت ايه من الفيوتر كان المخرجين اللايفات كان بنعدوا على الأصابع صح بعد ما طلع كان في انت ممكن وليد نصيف شوي باللا هو بعد ما عملنا سوبرستار وطوني قهواجة صح يعني بعد ما عملنا سوبرستار انت وطوني قهواجة كنا اسلام مسيحية لا بس انا أول ناس عملنا برنامج فني بس أبداك لايف على هذا يعني كان اللي كان سوبرستار اللي هو تعرف انت في مشتلكين في فرقة مسيئية في شغل كتير يعني ما كان حدا يعمل هيدا هيدا النوع من البرامج لايف كانوا يخافوا يسجلو ويضبطو نحنا عملنا لايف وكانت أول تجربة وفعلا اتواز صمتين يعني كتير حبوها الناس ومن بعد عملوا الالبسي وقتستار اكاديمي موظم بس انا كنا الاول تقريبا يعني بس هيدا الجيل من المخرجين هلأ متل صار فيه غيره هلأ في كاميل تانيوس في باسم كريستو بس انتو من القوائل اللي بلشتو بهذا الشي ازا بكتحسبها من بعد سيمون من بعد سيمون اسمار سيمون اسمار اصدك هالحاق بالدهبية يعني التاني ليك هلا هو طبعا يعني كل جيل اهلو دور عرفت كيف يعني استيسي مو هلأ بداية سالك شو الفرق يعني انتو كنتو تلاقيوا حالكون انتو المخرجين الجديد توني كان يلحق سيمون انتو مكن عندك انتو كريتدو ارون اهلو مية بالمية ايه شو الفرق يعني كلاسيك شوي كان الاخراج عبل يعني ازبدأ بأيام الاساسي مو اسور اكيد مو خرج كبير يعني بس انو كان الشغل كلاسيك شوي على ستيل تلفزيون لبنان ازبدأ الكادرات السابتي المعروفة متو بقولوا الانضيفة يعني بس انو كلاسيك نحن يعني بان اضاءة وبان الشغل استعملت كتير اللومة وستدي والهندل يعني كتير فرقات يعني فتنا اذا بدك انا كتجربتي بالسوبرستار فتت بستير جيد بالاخراج وهيدا شي علم يعني علم عند الناس كمان مين كن افضلiert من اكتر Sticker وحدا ان كن صحبة معه من الجوري بالجوري كنا كلنا صحبة معه من حبه كتير الله يرحمه كان بجنب الله يرحمه بس مين كان اقربك بتتفق معه علاقي كان صحبة منه أنا كان صاربه معيزة كلا يرحمه اكيد bill just let'sorn بس انو اذا بدك تضه club just let's war كنت صعبة كتير مع عبدالله عبدالله القعود عبدالله القшود كان ملاحن كمان من ملاحن الكويت المعروف كان معنا كمان بالجورية كان هيك فيه بينه بينه شوية ايك اصص وحركات يعني وزياد بطروس زياد حبيبي زياد أنا لأنه كان كتير كان يعطيني زياد لنعمل القصص قبل بالراوند وان وثو كنت اعتمد عليه كتير بقصص هود البوتشر يعني زياد كان عنده دور يلعبه قال هو انه القاسي واللي بيكون هيك إذا بدك سئيل شوية مع المشتركين بس انه توازير رول هو منه هيك زياد كتير طيب ومهنوم وحبه كتير يعني طيب بي سوبرستار انت كان عندك انا بتذكر اول اجتماعات كان كان نحن نفس المكتب صح انت البيك بوس المكتب الكبير نتخانق عليه وكان في انا وفي معي دافيد الله يرحمه الله يرحمه كان نعود كلنا بالهداء وكانوا الشباب بيجوا عندك كانوا اول ما بيجوا يقلع لا يومال لا يومال صح عباس شهين وعاد الكرام وهون كانت الحقبة طبع كيف طلعت فكرة ليومال كيف صارت بعدين لأبور ياض وعباس من من لا يومال. مثل ما قلت لك. أنا أول واحد إذا بدك. يعني أعوذ بالله من كلمة أنا. لكن أول واحد عمله سكتشات. يعني حتى قبل أسأل شيء. قبل أسأل شيء. بمعنى أنه كنا نحن نحكي قبل شوية عن مثلا. الفقرة اللي عملتها. كان يعتبر. يعني كل حلقة إذا بدك في موضوع معين أو شغلي معينة. بنعمله بهذا السكتش. بهذا السكتش تعم يقطع. من بعدها صار في الأسأل شيء. عملوا وقته بلشوا يعني. يقلعوا بهذا السكتشات كفورمات. يعني يكون الحلقة كلها سكتشات. بنفس الفترة. قلعت أنا إذا بدك بلا يومال. عرفت. بالبداية أكيد ما كان معي. عادل ورولة ونعيم. لأنه كانوا هني بالأسأل شيء. بالظبط. كان معي وقته عباس شهين. وكان معي شاب اسمه طارق تميم. طارق. طلال جد. وعملت وقته كمان كراكاس. مازبوط عملنا كراكاس وأحلى عالم. والمسرسلات كلها. فبلشنا مع هيدا الإكيب. جبت عادل كضيف. بحلقة من الحلقات اللي كتنا عملهم برمضان. كتنا عانوا برامج برمضان كمان. فجبنا عادل وقته ضيف. وحب كتير الشغل معي. وقال لي يا ريت المو فين يكون معكم عطول. وقته وقف اسأل شيء. وقف اسأل شيء. وبلش عادل ورلا بلش معي ونعيم يعني. هلا طبعا بس يجع فتح الامتي في. كأنه قرد يقلعوا معي بلا يومل. وبقيوا. وكانت كومبو كتير. كتير قوية بعد انه هلا. يعني احنا متذكر بفترتك. حتى انت كنت امرأة بطل إلك جليدة. قدما كل يوم بك تطلب عندك يومين بالأسبوع. تكتبوا سكتشات وتعملوا وكذا وهيك. وصار رباتيتف. هلا. السكتشات كيف ما بفتح تيك توك. بلاقيهم طول الوقت. إن كان من الامتي في أو من أيام لا يومل. لا يومل. الفيوتر. يعني هو بصراحة هيدة بعتبرها نعمة سلام. أعرفت. لانا. بس محمد حق أجي. شوال نعمة. يعني غيرك بمعنى. في كومبي راتس تقبضوا بمسال. ولا انت طالع في. يو كرييتين دي شو. بلا. إذا بدك بصاري ما في مصاري. خلينا نبلش منهم. دايما ما في مصاري. اي يعني للأسف نحنا هون بالبلد. التلفزيون أو الجهة المنتجة. بتاخد كل الحقوق. يعني تطلع انت كفنان. كمخرج كممثل كشو ما كان. تطلع. بتما بقولوا بلا شي. عرفت. بس معنا مشكلة. يعني هيك سي قبت وقتها يعني. فكمصاري ما في مصاري. بس انه. على القليلة بتحس حالك انه عملت شي. يعني اليوم أنا لما نشوف أولاد. مثلا مدارس. أولاد صغار. ما كانوا حتى وقتها خلقانيني. يمكننا نعمل هيدولو سكيتشات. كله عم يحضر. كله عم يحط على التك توك. بالإضافة انه مثلا في فترة عملوا ترند للجينيريك تبع تك توك. جينيريك طبعا ما في مثله قصدي. يعني لو وظفك. وظفك أو ما وظفك. كل المدارس لابنين عملوها ومثلوها تلميز. فهيدا الشي بعتبر انه على القليلة تركنا بصمة إذا بدك. على عدة أجيال. وهيدا الشي بحد زيته نعمة. لأنه نحن شغلنا بالآخر ما حلو ينتسر. مضبوط. هذه مشكلة الاندستري كمان. انه ما بتكرم. يعني حلو بيتعاموا شي ضل. مش انه بس نحضروا العالم وباي باي يعني عرفت كيف. يفيد كلمان لك عم بلك نعمة يعني. طيب حكيني بالفترة. لما قررت تترك الفيوتشر. أوكي وتروح على الام تي في. نعم. قامت عليك العالم ناصر فقيه يعني. انت جزء من السن البيروتية. تيار المستقبل. عرف شو. شليلة مو كلهم انه انت خنتوا لسعد الحديرة وطلعوا لك بهول الأصاص. لك أنا بالآخر ما بلوم العالم. لأنه العالم ما بيعرفوا. انه انت بلق وفا وكيف تترك الفيوتشر. ايه وقتها هيجموني كتير يعني. ايه هو هيك بيصير دايما. هلا بيجعب بيقول لك أنا ما بلوم العالم. لأنه العالم ما بيعرفوا كتير التفاصيل. يعني بيعرفوا اللي بيشوفوا على الشاشة يعرفت. نحنا بوقتها كانت بلشت. كانت بلشت للأزمة المالية بالفيوتشر. نظب. يعني بصراحة. وصلنا على محال كان لنا شيء أربع خمسة شهر أو ستة شهر. مش قبضين. ولا ليرة من الفيوتشر يعني. فتأخروا كتير وجربت قدم فيه أنا كون مت ما بقولوا محام الشيطان مع الشباب. يعني بس يحكون الشباب شو بدي أعمل أنا بدي أحكي مع الفيوتشر. عرفت. فضلت على فترة طويلة وصلت لسنة. يعني لسنة ما ما نقبض ولا شيء على اللي عملوه. حكيت مع ناس مسؤولين وقتا بالفيوتشر ما قدروا يفيدوني. وصلت على محل حكيت مع الشيك سعد شخصيا. يعني أنا بتذكر بعطلو إيميل وقتا للشيك سعد ورد علي فعلا يعني رد علي. وقلت له أنا قلت له الوضع واحد اثنين ثلاثة ما بقى فينا نتحمل. شوف يعني عمول قلي وقتا أنه اللي بتشوفوا أنتم مناسب عملوه. بس هلا ما فيكاش يعني جديا هيدا. خلص يعني عخدت الأوكي منه. فأخذت تريبا الأوكي منه. وفعلا هو تمنينا الخير يعني ما كان في أي مشكلة يعني. ورجعنا بعدين طبعا قصة طولنا. حتى قبل ما يكون رئيس وزراء كان دايما يطلبوك لألك. أنا في صحبة يعني أنا بصراحة في صحبة مع الشيك سعد. أنا من الناس اللي قد قطل عنده على البيت. أنا والشباب نتعش عنده نقعد نعمل عادات. قبل ما يصير رئيس وزراء. قبل ما يصير رئيس وزراء صح. وحتى صورت له فيلم وقت العرس خيو وأيمن. يمن زوج خيو وأيمن. أنا صورت الفين اللي يعرضو العائلة بالعرس. ومسل معنا فيه الشيخ سعد كمان. مسل معنا دور جانكستر. يالله بدك حقه. ففيه صحبة يعني. الشيخ سعد ميت ألف دولار منيحة. أنا نشتغل للا. أحد دور جانكستر وعملينه تاتوو عيده وكذا. بس طبعاً عادر فين برايفت. بس العائلة بيشوفو يعني. طب. قررتوا تروحوا على الام تي في. صح. شو كانت كيف لقيت الفرق بين الجمهور اللي كان. عنو تيار المستقبل. مش بس تيار المستقبل كان يحضروا. كان يحضروا تلك تربيع لبنان. طبعاً. طبعاً. حتى عربياً سودي كان كتير. حتى عربياً بالضبط كان كان تلفزيون عربي عنده وجمهوره. كيف حسيت بنقلة الجمهور. خفت إنه ولا بس لأنه ضمنت لأنه في عادل ونعيم ورولا. هو كانوا أكس أسأل شي. سوء ألز أو أحسن عالم تنطرهم بالأم تيفي فكانت نقلة أسهل. ولكن في عندك نقزة من الجمهور لأنه. تعرف الجمهور ببيروت كمان. ملتي كولتشول ودايفرسي فايد كتير بهديك الفترة. بمط بمحل يسار بمحل كذا في عندك النكت تبع زيادة الرحباني في عندك. سو كان ما جو كيف قدرت تعمل النقلة أو صار في خضة من الجمهور. ولا لا بس لأنه كان في عادل ورولا فارتاحوا هنه إنه يمتل أسأل شي. أو قارنوك بأسأل شي على فترة. لا 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 أبدا بس نحنا لألك شو نحنا كنا وصلنا لدرجة كفريق. إذا بدك إن كان عادل ورولا ونعيم وعباس وأنجو. أي تلفزيون ينحط عليه هذا البرنامج بديو ينحضر لأنه أورادي وهذا فان بيس كان عنا جمهور كتير كبير. بديو يلحق البرنامج. عرفت كيف بالإضافة إنه الام تي في بالأساس كانوا هني على الام تي في كمان هدي يعني إذا بدك إضافة. بس مش هيدا الأساس. نحنا لأنه بالفيوتشر حتى لما نزلوا كتير آخر فترة ومباسر عندهم برامج. ضلوا العالم يحضر الفيوتشر لا يحضروا ما في مثله يعني. بس أبورياد بس نرجع قبل ما نطعم في مثله في حقبة أبورياد اللي كانت جنونية يعني أبورياد. طبعا طبعا أبورياد قصة ثانية كليا يعني أبورياد كاركتر. هيدا كمان بيج سيكسس ستوري إنه كيف الكاركتر كبر وقدي عملتوا منه مصاري كمان للكاركتر وبعدين طفيتوه. لا هلا هو تعب منه عادل بالآخر لكل دي تعب عادفت لأنه عادل عمله عدت يعني عدت سنوات إذا بدك لأبورياد حتى صوته ضعب. عادل عمل عملية هيدا ما بيعرفوه الناس عمل عملية لأوتار صوته من وراء أبورياد لأن أبورياد تعرف يحكي بطريقة هيك من جوا تعب يعني وسل على محل عمل عملية فعلا لأوتار صوته. وما بقى قدر يعمله بطريقة إذا بدك متواصلي يعني سن المرء مسلا أوقات كزا إلى آخرية بس إنه تعب منه بالإضافة برأيي أن الكاركتر أخد مداي كمان يعني عرفت. ما بدك كمان أن تقوله إنه ضلك عم تعمل الشغلة بس إنه ناشح يعني. ها هي هيا ما في متله عمل سكساس بالأم تيفي بس وصلت هنا مع حال كمان كبر عادل واخد صار. عملنا عنونا بيه واته هيدا حكي وبيت الكل. هيدا حكي وبيت الكل. مضبوط. مضبوط. وفتو بالكمبيتيشن مع الال بي سي وصار فيها الهجمات بين. نحن ما فتنا الكمبيتيشن مع أحدا هن فتو الكمبيتيشن معنا. بس كان زكي منه له هشام حداد موسيقى لا تنسل لحده لماذا توقف؟ وقف لعدد أسباب. أولاً كنت بدأنا بلشتها بال... يعني بوادر إذا بدك الأزمة هي اللي صارت بلبنان. مضبوط. كنت بدأنا بلشتها فيها. بالإضافة أنه نحن نعمل برنامج سكيتشات قلنا 30 سنة سلام. ما شو 30 سنة برنامج سكيتشات؟ أكتر برنامج سكيتشات ضائع. أنه بتوصل على محل يعني كنا مثلا نفوت على الاجتماع نقعد فرش عبقاتي ماذا نعمل اليوم؟ لأنه عملنا كل شيء. فبتوصل على محل بتحس إنه كمان إذا البرنامج ناجح ما بنا كمان إنه قرفت إنه إنه خلص إنه وقت تتعب لأنه بتحس إنه أعطيت كل شيء عندك هي. بالإضافة إنه الشباب كمان كان بلشوا شوي يعملوا غير طرق إذا بدك بالكارير طبعون. يعني عادل كان بلش بالدراما بأشياء تاني كذا الأخرية. عباس كان عسيس بدي هاجر على كندا. فعلا هي هيدي يعني يا فكير. وقتها قال لي وقال لي طاري طاري كرمي اللي هو كان منتج منفز معنا. قال له وقتها نعم فكر هي شئر على كندا. عرفت. وبالإضافة للأزمة اللي صارت بعدين والهيدا وغزا وقفنا هيدي بس ما في شيء من إنه في مشاكل وفي كذا ما كان في شيء أبدا يعني. يعني بتحس إنه تغير هلأ الجمهور ولا أنت اللي تغيرت ولا حدا تغيرنا ولا ما تغيرنا قال له هن تغيروا ولا نحنا بعضنا مع حلنا. يعني تغير الجمهور. طبعا. التليفون دباح الدنيا. التليفون سمارتفون إذا بدك دباح الدنيا. يعني بقبل سلام إذا ما عندك شيء مميز ما حدا بيسمع فيك. بأي مجال كانت. يعني إن كان بالفن أو إن كان بالسياسة أو إن كان بالطب شو ما كان. بدي يكون عندك شيء كتير مميز للعالم يسمعه فيك أو تصير مشهور. اليوم بالحمام عميك مش تليفون يطلع تيك توك. وكبولي قصودي وكبولي ما بعرف شو كزا الأخير. صار كل العالم نجوم ما بقى في إيميل النجم. صاروا كل العالم نجوم ما بقى فيه نجوم صار في شيء اسمه تريندرز. تريندرز. تريندرز يعني واحد بيعمل شغلة فيها تكون هبل فيها تكون شغلة مهمة شو ما كان. بس يصير تريندينج صار نجم. بس حتى التيفي اندستري تغير. التيفي اندستري طبيعة تتغير. لأنه اليوم لما الواحد كان بدي يحضر سكتش بالتسعينات أو بالألفانات أول ألفان يعني. كان ينطر ما في مثله أو ينطر أسأل شيء أو ينطر شو ما كان ليحضر سكتش. اليوم عالتيك توك هو عم يعمل براوزنج بيحضر مئة وخمسين ألف سكتش يعني. مضبوط. بالإضافة أنه صاروا عم ينعملوا بطريقة فيها نوع من الهبل المخيف. يلي هي العالم بس بدأت تسلى إذا بدك. ما بقى موضوع أنه بدأت بدأ مضمون أو بدأ لا بدأت تسلى. عرفت؟ فكل هيدول عوامل أثروا كثير على شغلنا بالتلفزيون يعني. من كل المجالات حتى بالغنى بالفن. عرفت؟ نانسي، إليسا، راغب، وقل كفولة، عاصل حلينة. كانوا هول هنا. عاصل حلينة ما عرف مين عم بقل إنه كمان لغى كونسل. بس بروحوا بيحضروا الشيمة وديع الشيخ. ما هيدا اللي عم بحكيكي. يعني اليوم بالرغم من إذا كانوا هالشباب الجديد. اللي عم يعملوا حلو أو مش حلو. لأنه بالآخر الفن أزواء يعني. بالرغم من هيدا الفن تغير. يعني أنا اليوم ابني عمره 15 سنة. اللي غنينا راصح العاصل حلينة ما بيعرف. عرفت؟ اللي مسلا شو بغنى وديع الشيخ أو هيدا الشامي أو كزو هيدا. بسميلك يون كلون. ومطلو ما تيلو نحن بالآخر مين بروح بيحضروا كونسرت؟ الأولاد تينيجرس. الطريطون اللي بروح ضروا هيدا كونسرت. هن اللي الشباب يعني. يعني بيا لو يرحموا كريس مع ناظم الغزالة. ما بروح بيحضر عاصل حلينة يعني أو رغب علامي. فالشباب. بس ليك إلا قاظم الساهر بعده لهلا بتقول قاظم الساهر عنده. قاظم لأنه صار تصنيفه صار كلاسيك. كلاسيك. يعني متلو مثل نقول ست مجهد الرومي. يعني صار كلاسيك. يعني تلبس بدلي بتروح ضر قاظم الساهر عشوائي يعني. بس إنه للأسف إنه هيدا الجو اللي موجود هلا. وبرجع بقول لك يعني ما بقى حدا منهم هل يكن بإستثناء جديا. يعني يكن بإستثناء واقل كفوري. وإليسا. ونانسي عجرام. ما بقى حدا من هيدا بقى لنقول ستاديوم في خمس آلاف شخص. ما بقى حدا بيعاب محل لنقول في خمس آلاف شخص. مستحيل. لك أيام أيام الفرايتي شوز لأنه أنت كمان كنت أعمل الفرايتي شوز غير سوبر ستار. كنت أخرج في فرايتي شوز بذكر كنا نشتغل عليهم. أنا كنت منتج منهم أمرار أنت تكون المخرج. كان في كتير فنانين جيبهم مع فرقة موسيقية وتعمل حفلة تقطعها تكبها وتجيب عليها دعاية. صح. مين كان أزعج فنان قطع بحياتك. صعب الشغل معه. بصراحة يعني أنا بمصيرتي سلام ما في حدا مقطع علي من الفنانين يعني. من وداع الصافي الله يرحمه لصباح الله يرحمه. أنا أمري إذا أتذكر بردني بجميل فيتشار اسمه يا عمري. يا عمري. هذا كلاسيك الله هذا. يعني من صباح هو وداع الصافي الله يرحمه الله توصل لمن مبدك؟ كلهم قطعين عليه. الفنانين بالشكل عام عندهم إيجو. عندهم إيجو عالي كتير. مش عمولي أنهم مزعجين بالشغل معهم. لا بس أنه عندهم حركات توقات بطلعك من تيابك. هل هناك ناس عندك بس مرة. هنا هالميلي أثبت من هالميلي مثلا. مثلا مرة كان عندنا حلقة مع نسيت اسمها يا زلمي. ماذا اسمها؟ قليل خلف. لا مش قليل خلف واحدة شو كان اسمها. هل لم أتغني. نسيت اسمها والله نسيت اسمها. باسكال مش عليني. لا لا لا. واحدة من هيدول من هيدا الجو بس هل سيت من هي. بقى تغير لي الدكور. أجت عامرني مش بقى تغير الدكور. قال هيدا البروفيل تبعها أحلى. بقى تغير الكاميرات والدكور وكذا. قلت لأ أنا جي يا أحضر اسمع صوتك. مش جي شوف بروفيلك يعني. وفعلا عملنا مشكله كان بقى تفل يعني. لتلأ فلي ما في مشكل يعني. وليش عدت أجت وصورت بس. بس إنه في ناس هيك. لفتقوات بدقروا على أمور ما بتكون هيك كتير بمحلة يعني. تتذكر تتذكر عبير نعمين كانت بسوبرستار. عبير طبعا. تتذكر أنا توقتها كنت عمت هيدا وكانت بتجنن صوتها وطلعت من أول من تاني. صح. وقلع تقليع كتير هيك. سعد لمجرد. سعد لمجرد. أنا قدشتغلت له يا سعد كان وانا بالكنتسس. أنا بسوبرستار كلهم قطعوا. يعني عبير سعد ملحم روايدة ديانا. ملحم كيف كان ملحم أول. سأقلني في رأس حاتوم تلات معه ببودكاست. لأنه مضبوط هي فيها غيش. قلت له بوقت تعالى ما كنت هالقد خيشش. يعني كنت ما عارف إنه. كريستين بتذكر كنت توصلنا. كريستين بتذكر كتوصلنا. أبوغي بخمس دقايق. أبوغي بخمس دقايق. ما في غير أنت أو كريستين ويمكن رئيس مجلس الإدارة. ويمكن أنا عارف قبل بشي لأجي قلك أو شي هيك يعني فرق ديئة أو ديئتان يعني. بس ما كان يعرف إنه قصة ملحم زين مظبوط تلاعب فيها لطمن العالم اللي بيتذكر. لايك ملحم زين أنا برأيي الشخصي أجمل صوت بلبنان. أنا لا بلش. أجمل صوت بالفعل. أجمل صوت بالفعل. بالفعل. بالذكور يعني أكيد. مش معوش وكان بتذكر وقتها شو ما بتكبله. ملحم إذا كان نايم مثلا أنا نقول له بلد أيام. ويتواعيه بيقوم بيغني كأنه عامل خمس ساعات تمرين يعني. أنا برأيي الشخصي ملحم من أجمل أصوات العناية بلبنان. وقته ليه ديانك رجمان؟ يناقش هذا الموضوع. يعني بكل اللي قطعوا بسوبرستار وغير سوبرستار. أنا برأيي ملحم زين كان أهم واحد كصوت. الآن بالتصويت. انت بتعرف آخر حلقة جاية شو. ده مزموط. جاية كل واحد. كنا نشتغل على الجيش البلدين. مئة بالمئة. جاية شو بسوريا لروايدة عطية. وجاية شو بالأردن لديانا كارزون. وعالم صار تدق وتصوت مثل. يعني ما بتصدق يعني الأرقام اللي وصلنا لوقت بالتصويت. كان بالملايين مخيف يعني يعرفت. ملحم لأنه أعتبر الناس يمكن أنه صوتوا حلو. وهذا وهذا. وهذا. أكير حيث يطلع ما إجاء أصوات. مثل ما. مثل ما لازم يعني. ما هو ما بيعرفوا العالم إنه إحنا كنا نعتمد على الدول. وتجيش الدول. نحن نحن نحكي بس. كليبنان يعني إني إنتfry في التصويت جמuard المغرب لخليج يعني. بصراحة يعني ما إجيش يدتصويت فيه. وكرمليج ظهر وقته. ووقتتừa دخل رفيل حريري هو ما âضه. ما Lilia jev see it. بدزكت كيف هجموا على المسرح. لا مش معقول. ووقته هجموا بديكسلوا كل شيء وعملت ضجي ودلت ضج ضج أنه كانت حالة أكثر. لا تتكني أوت تتكني إلي. كان هيدا عن جد أكثر شيء عربياً. الأرقام اللي عملتهم بسوبرستار اللي هلأ محد عمل. محد عملهم. يعني عم تحكي أنت عن دول عربية مثل ما هي وقفت وقفت. قعدوا بالصحات وحطوا شيشات بس يحضروا سوبرستار. تذكر بالأردن. لما طلعت عملين لنا شيشي كبير. ليس مسح لا. وسيسيين وعالم يعني أنا بتذكر إلا الملك هنيها يعني. يعني صارت شغلة وطنية. عرفت؟ صارت شغلة وطنية. يعني ده وقت الملك عبد الله وهنيها لدي أنا كارزون عفوزة وطر. شوف لوين يعني. لأننا مش رحت أنا على. كانت أنت عساس جاي وبطال جاي. رحنا شفنا معمر القذيفة. كمان. أيمن الأعطر. أخذنا معنا كمان عمار اللي كان من فلسطين. صح. وريحنا وعملنا درس عن فلسطين. وقتها معمر قذيفة. كمان. كانت كمان. اختلفت الاندستري هلا. يعني كان من سكرين من إنتاج من كذا. هلا صار إنه خد خمسمية دولار وعمول برنامج. ها. ما ضع في لك. يعني هيدا الاندستري تغير للأبد. تغير ليك. بالعالم. تغير فيتو بالستريمينج. صار سيريز أكيد. بس بعد فيه شوز يعني. بعدهم بينجوا شوز. بالمشهد الليبناني على ساحة الكوميدي. هلا. أصمت كثير قصص. يعني في عندك. كنا بالزمنات نعرف. مثل شرب الخليل. عنده جمهوره كسروان وهيك. اللي هو ما كنا نفهمه. ولما نحنا عملنا شي بكسروان. هن ما فهمونا كمان. صار. عندك مسلح جورج خباز. اللي بعدين تطور. وصار جورج خباز. يعني مسلح جورج خباز معروف. صار. بس كيمش كمان أودينس معين. في عندك ستاند اب كوميديانز هلا. صار. اللي شفت إنه كمان. حطيت تويت ووقت نور حجار هون بالمقابلة كمان. أنت بقليك أنه أنت كمان كان عندك كاركترز مثل مجدي ووجدي. وقفوا لك إياهن وقت دار الفتوى. نعم نعم نعم. أنه أنت كيف ترات كنت عم تنتقد أنت شادن. مش شادن. بس أنه وقتها صارت هالقصة. قلت أنه كيف ستاند اب كوميديانز بكونوا مزفرين. هيدا بنا كوميدي تسفير بالحك. صار. شو أصدق؟ في فرق بين التسفير. وقلة الأخلاق. والمثبات إذا بدك. يمكن أن يكون عندك كاركترات يمكن أن يستفزوا بعض الناس. لكن هذا هو نوع. هذا هو نوع. بس لأقل لك شو الفرق. أنا اليوم لما أعمل أنا كاركترات مثل مجدي ووجدي. هيدول بالآخر. يعني الكوميدي طبعا هو كوميدي. يعني بعتمد على الموقف. ما بعتمد أن يصبوا بعض تحت الزنار يعني. أعرف كيف هي واحدة. أتنين نحن مش عم نقول لأننا نحن معهم ولا نحن ضدون. عم نقول فيه اتنين كاركترات موجودين بالمجتمع. أوكي. هل هم الالجي بي تي كيو قاموا عليك أنه لا. لست ديون. برضو. برضو. أنا روجب معيات الالجي بي تي كيو. أنا ما أفهمون. بصراحة. لأنه هن قطعوا مرحلة الحرية. وصاروا بدي روجو. الالجي بي تي كيو. هون الغلط. أوكي. يعني أنا اليوم. من الناس اللي بي قاموا إنه أي إنسان. شو ما كاموا يقوله جنسي هو حر. أنا ما عندي مشكلة مع حدا. ولا فيك تحكم على ميوله. هيدا الموضوع. كأنه عم ترويج أنت المخدرات اللي أنا أعتبر. هيدا غلط. يعني متعاطي شي. وروج شي تاني. أوكي. صارت القصة ترويج. يعني بده نفوته برأس الأولاد. والالجي اللي طلعها. إنه هيدا الشغلة حلوة. انتبه. مش إنه طبيعية. بس ما هن التحاموك فيها وقت دار الفتوى. لأنه الولاد صار يقلده مجدي ووجدي. بقلده مجدي ووجدي. بس بطريقة كتير سخيفة وسطحية إذا بدك. هوني عم تحكي أنت عن ترويج. يعني عم بيفوتوا بألعاب الولاد. هلأ فوت على ألعاب الولاد. على الابليكيشن سبع الولاد. بالمسلسلات. بالأغاني. يعني صاروا بدي يقولولهم لهالولاد. إنه أنت. إنه أنت. إذا بتصير غي. هذا شيء كتير حلو. مين فيها هلأ إنه بمعنى إنه جندر ما جندر ايدنتيتي. شو هالمسخرة. هلأ جندر هلأ وصلنا إلى إيه. إنه سنتين. إيه إيه. إنه اليوم عقول بأمريكا بقطعوا قانون. بكاليفورنيا عم بقرأ عندنا من يومين. كل عم عم تهرب. إنه البنت أو الصبي اللي عمره ستة سنين. بقدر يعمل جندر أوبريشن بدون رضا أهله. مرقوها بقام كاليفورنيا هلأ. إنه هيدا اللي عمره ستة سنين شو عرفوا هيدا بها الموضيع كلها. بديكون سوبرمان هو. هيدا اللي عم يجرب تقوله عرفت. لأنه بيبلشوا بيحكوه. لأنه سهل كمين سهل في إندستي من وراها. وفي أجندة طويلة عريبة. إيه ما بقى بقى سهل. أولمبياد باريز. أولمبياد باريز. أولمبياد باريز. أوكي بكنت تحكوا عن الإكواليتي والفريتينيرتي وما شو إلى آخرين. ممتاز. فتمرقوا يخيي. يعني تغطي أربع ساعات الإفتاح. أنا اللي فرجي إنه أنا ما عندي مشكل يا خييي مع المين ما كان. بطع أخيي سيجممت. دين سيجممت. 3 ساعات ونص عن الجايز. بالإفتاح تبع باريز. عم بتقلب عليهم. معم تفيدهم. يعني في شي ميش مزبوط بمحل معين يعني. يعني صار. بس أنت بتعتبر حالك هوموفوب قبل. أنا ماني هوموفوب برجع بقلك أنا. بالعكس برجع بقلك كل واحد حر. انا عندك كتير اصحاب جيز مين اكتر حدا هيك عاكس بحط لك لانه عندك فولوين عندك مليون عاكس وبتحط قصص وفي كتير انجاجم مين عكس اكتر شي بيهجموا عليك الفانس طبعا المطربين اكتر شي ووجيوش ووجيوش مين اكتر شي يعني عندك المطربين بشكل اساسي وعندك السياسيين للأسف هلأ كمان صار عندهم جيوش الكترونية مثل ما بقولولهم يعني اليوم اي فكرة اي شي بك تحطوا عاكس في جهة معينة بقى تكون ضدك وبقى تسبك وبقى تبهد لك شو ما حطيت يعني صاري انا مرة حطيت صبعا الخير طول لها واحد قال لي كل خرق صبعا الخير ما قلت جي يعني عرفت طب بالاخر على اكس بالزات ما بقى فيك تقول انه ما حدا حيزعل مني لأ شو ما عملت في ناس حيزعلوا منك هلأ بس انه موسلي اللي بياخدوها شخصة هن طبعا الأحزاب اللي بيتيبوا أحزاب لبنينية زائد الفانس طبعا المطربين قرفت اي دول بياخدوها شخصة كأنه عم بتسبوهم هن شخصيا يعني كتير انا انا اكلتها قبل يعني كون عم تنكت شغلة بتاعت عنكتة تنقول عن نوال الزغبة او نجوة كرم هو اكتر شي اه ما فيك تقول مساله مفيش ši في 피�ون ما عاجبك اي لا ما ما فيك بد THEYكون كلو ت كايز ت Perfect انه ما فيك اي انا اناكت عملت لي fair ا تعمل لكم فولو مثلاً. هاي شو لك عازي. هاي شو لك عازي يعني. هاي إنو أكاونتك ما بيفيد. ما في يعني بمعنى إنو كل فولو بتعمله هي بدي يعطيها نتيجة. اك سمعت تعرفت. هاي هذا هو الغريب ليك. مثلا مثل الكليبات. انت شو عامل الكليبات؟ أنا عامل يارا. عملت الكليب هي وعادل ما بعرف اسم الغنية. اسمه ما بعرف. عامل صعود أبو سلطان كليب. صعود أبو سلطان. اختفع صعود. شو صار فيه؟ صعود والله ما أسمعت شي عنه بصلاحة. كانت صاحبة معه منية. ايه ايش فترة. وعدين اختفع. عرفتنا بعض قبريات بعض يعني. بس هي بتشوف هلأ. مثلا بتحضر الكليبات. انت بتلاقي انو في. يعني قبل كان في معروفين مخرجين الكليبات. او كان في سوق الكليبات دايما. بتقولي هيدا وليد نصيف. امير امير امير. سعيد الماررو. سعيد الماررو كان كتير اخد. يعني ضج سعيد الماررو. يعني في شي اخوت بدو يطلع معك بالكليب. كازا. كان وقتا نركب مقلة. كان في. كان في وقتا ميرنا خيات انتكو. انجا هيدا. بعدين اجوا الشباب متل سعيد الماررو. ايه طبعا. ايه بعدين اجا. اه جاد شوائري. او. ايه طبعا. اشنا لك في هلا عمللو شي لجورج والصوف. ايه يعني جاد عندو. يعني عندو افكار عندو قصص عندو. ايه. ومنو يعني جيد. يعني منو عافل. بس ما في حدا هلع على الساحة بتقلي. انو يهي هادر فنان وليه كليبه وليه كذا. لم يكن هناك، لأنه شغل الكليبات مثل كل شيء ما نحكي فيه قبل شوية رجع إلى وراء، لأنه هلأ صارت القصة أكثر الفنان صاروه بيدفعها يعني دفع من هون، دعاية من هون، بيعملوا يدول الليريكس الليريكس فيديو وكذا لم يكن هناك مثل قبل أنه ناس عادين نضطين آخر كليب لإيكس أو لواي خلاص، لم يكن هناك منه لم يكن هناك، لقد قتالك بكل الهودة بسرعة، بس لم يكن هناك بالسياسة سياسة، سلام لأنه أنا ناصر بعرفك أنه طول عمرك وسطي مع أنه أنت فقيه، سيد أنت شيخ، شيخ، فقيه ما شيخ مشيخ، أوكي بس أنت ولا مرأي، يعني ما في عندك كان دائماً وسطي أو ما كان عندك انتماء سياسة معي، بغير أنه أوكي، الحريري، كان هذا الخط البروغراسيف يعني بس وما تحس حالك ميال أكثر شوف أنا بفترة الفترات يعني لكون سعادية بعدك وسطي بتمت يمين، أو بتمت يسار؟ آخر فترة ست عم روح على اليمين أكتر يمكن كلنا هيك، من وراء من وراء أشي اللي عم نشوفها يعني لا أنا لايك أنا بالمطلق أن أيام الجامعة لكون سعادية كانت يسارية أيام الجامعة كانت يسارية كلنا منكون يساريين إحنا وصغر أنا لما إجاء رفيق الحريري الله يرحمه على البلد كمان يعني بمحل معين أفكاره كثير عجبتني وإذا بدك برنامجه بزيد مشاريعه خلنا نقول مشاريعه عجبتني لأنه أول واحد بلاقيه كان سياسة عم يعملوا شي فعلا للبلد يعني بيجعب لك ما حنبود تفاصيل في ناس بيقول لك حرامية وصراءه وعمله السنيورة وكذا ما حنبود بها التفاصيل أنا عم بحكيك بس أنه مانا زلمي عمر البلد كان عنده رؤية للمستقبل يمكن أن تكون ضد أو معا مش مشكلة بس أنه القيلي عمل شي كمان هذه فترة أطعنيها من بعدها فترة بفترة إذا بدك بعد استشهد رفيق الحريري الله يرحمه فترة مرحلة القرف القرف يعني القرف من كل شي بصراحة يعني يعني ما في حدا أنا اليوم بعتبر بالسحة البنينية من السياسيين ومن الأحزاب عم يشتغلوا للبلد أو للشعب أو للي بدك يا مع أنه دول كلمات كشي بس فعليا شو شغلته السياسي ما في رجال دولي ما في رجال دولي ما بقى في حدا إذا بدك بياخد موقف ما بقى في حدا كله عنده اعتبارات خارجية أو عنده اعتبارات داخلية أو بيعملوا تحالفات زواريب لحترية لعب الانتخابات ما بقى في حدا إذا بدك هيدا ما حكينا عن الفساد والسرقة والهيدا الموضيع كله فأنا بصراحة يعني من كذا سنة إلى هلأ حتى من المظاهرات اللي صارت أنا ضد كلها الطبقة الحاكمة أنا بصراحة بأولى يعني أنا مني مع حدا منهم ولا بدي كون مع حدا منهم هيدا بيمنتها الصراحة لا في عندك ناس أوقات بيستفزوك أكثر من ناس بس إنه بالمطلق بعتبر أنا إنه كلهم مثل بعض يعني الإعلاميين والإعلاميات اللي عم يطلعوا مين بيستميلك بيستميلك يعني تحطها بتحضر يا خي ما هي نفسها بنجعل نفس الموضوع يعني ما بقى في عندك مأييس أو يا خي اليوم شو يعني أعلام ناجح أعلام ناجح هو شخص لنقول عنه برنامج أو عنده ما أيضا بيستميلك على تي في، على راديو، على مكان بيعمل أعداد لهالبرنامج بطريقة بروفشنل، بيطلع بقدمو بطريقة بروفشنل، بس ما في مسائل طريق هيدا الأعلامي، لا لا أحكيك اليوم إذا واحد حد تويت بيسمي حاله أعلامي إذا واحد حد تويت مثلا إنه أنا مع فلان أو ضد فلان أو شو بيعتبر حاله أعلامي صار اللي بيطلع تيك توك بيعتبر حاله أعلامي مين ما كان يعني أعلامي صار متل وان سايز فتس اول يعني ما بقى في أعلاميين عرفت شو قصدي يعني اليوم حتى العالميين مخدرمين يمكن لإلهم فترة مثل مرسال أو غير مرسال غاني وكذا وإلى آخرين ما بقى عم بأسروا حتى على الرأي العام بتلما كان مفروض يكون عم بأسروا للعالميين أبن لما بتحكي بالأجيال السبعينات بالسبعينات أو بالبنينينات إذا واحد كتب مقال بالسفير أو بالنهار كان يهز العالم مقال اليوم كله عم يمرو مرء الطريقي يعني يعبه هوا عاربة بيه فما بقى عم بلاقي إنه هيدا الموضوع عم بأسر كتير على الناس أنا برأيي هيدا الأهبل اللي عم يطلعوا بتيك توك عم بأسر أكتر معقول الهبل بأسر والله وببيع أه ببيع أكيد بس إنه بس إنه يعني هودا اللي عم يطلعوا الانتاجات اللي بيجي بحط إعلامي إعلامي انتبه أنا كمان متورد كنت بهدول القصص يعني بس إنه بتطلع بتحطوا بيحكي بمواضيع سياسية بعدين بيطلع إخي إعلامي إنت اليوم بقى لك شو الفرق بين الإعلامي والمواطن العادي إذا إذا المواطن العادي بدي ينتقد موقف معين أو سياسي أو كذا بينتقده بعفوية مواطن عادي اللي بيحصوا بيقوله الإعلامي مفروض يكون عم ينتقد أو عم يبني إذا بدك انتقاده على أمور علمية فيها تحليل على الإليزة مزبوط قرفت إنه اليوم مثلا هيداك النار عم شوف على التويتر زمالتنا ديما صار ديما أوقات أنا بيكون عم بقرار لتويت أو شو حاطة يعني بنسألو ديما مرة تطلع على التلفزيون وعند برنامج ومشهورة ومعتبرها حالة إعلامية يعني بتحط أمور يعني الولد اللي بالعجردان بحكيك بالمدرسة ما بيحطها شو حال شو تويت لها يا خي بتحط الشب مثلا طلع هيداك النار السيد حسن على التلفزيون بعد اللي دا حكي ساعة ونص أعارت مع الناس أنا بعد الخطاب الخطاب طبعه يا خي كل واحد عنده رأي هذا قالك أنا ضد أنا مع في ناس عاملوا تحليل للمنطقة كذا أعلميين بتحط ديما بتقول طيب آه موابك تنحق إسرائيل من الوجود تم تويت انو انت هيدا اللي فهمتيه من كلمين 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 بقا ايو مشان هيك انت كلمة جمهور الممالحة يا خي إنو هيدا التويت بحطه هيدا التعليق بحطه حداً كنت ما عم بقلك إنسان عادي ماشى بيعواطفه وماشى بيعيله غري مش أعلميه مفروض فيه ناس بيحضروك بيتابعوك بهمهم رأيك استفسزيه يعني تكمبير مثل سامي كلاب سامي كلاب تتابعه كويس سامي بحط تويتات كأعلمي بيبين أنا بقراله دايما بقراله كتبه بقراله شو اسمه زلمي وسطي بمواقف أكيد يحلل يا خي او ما يكتب بيفكر او ما يكتب بس ما عنده برنامج يعني كان عنده شي على الجديد ووقف يمكن أو شي هيك بس بتحدي تلاقي في كتير عالم عنده أهمية وتقل وهيك يمنع التلفزيونين صح صح ايه تغيرت الكريتيري في ناس خي بيستحقوا يكونوا على التلفزيون منهم على التلفزيون في ناس ما بيستحقوا هم بيكونوا على شاشات كلها بيسألك سؤال كتير صعب هذا كنا نركب مقلت وانا ايك دايما شو جديدك شو جديدك شو جديدك اعتعت بالدبريشن ناصر بهالفترة مثل بيسأي خلسنتين انا اعتعت بالدبريشن طبعا يعني اعتعت بالدبريشن يعني مورر وضع كله الازمة اللي صارت الى اخرى كذا اكيد اعتعت بالدبريشن طبعا وراحت عند حكيم حتى يعني انا ما عندي مشكلة اولى يعني لانه اليوم انا كنت اخد الحكمة من عندك يعني انا اليوم بعتبر الصحة النفسية من اهمية الصحة الجسدية مزبوط بس قطعنا الحمدلله قطعنا الفترة وكذا اي بس الناس ما بتعرف انه مثلا اللي بيشتغل بهايدا المجال اول شي بفكروه انه ما عنده هيدا الشي يقطع فيه او ما عنده هواجز او او كل الوقت هلا كان في كتير مصاري قبل اي بس انه متل هلا اذا بشوفك انه اي من بعد سوبرستار هو صال لك عشرين سنين شو جديدك بكون قطع مليون شغل انت عامله وشغال وهيك بيقول لك وينك ناصر صالنا زمان ما شفنا شر اللي قالك هذا لانه خف يمكن الدعايات او او لانه خف شغلنا على المحطات المحلية لانه انا اخر عمل عملته دور العمر كان عشاهد من سنة ونص سنتين تقريبا يعني اليوم اللبنانية او الجمهور اللبناني بيتابعوا اكتر شيء محطات المحلية لانه ايلي فترة طويلة ما عملنا شيء على المحطات المحلية بس هلا عم نحضر ان شاء الله شغلة هيك موظومة كتير للان تي فيه مع حضرتك كمان ايه مع حضرتك انا يعني عم نركب ايك فكرة موظومة يعني مع عباس جعفر مع جنايد ومع بعض يعني ما بدي بقول قسمة بعض الناس مش كتير مأكدين بس انه ايك شغلة كوميدية حلوة خفيفة وتكون ايك كمان فيها اذا بدك تنوع من السخرية اذا بدك على الامور اللي عم نشوفها بس انت عفكرة هلا قبل ما نختم انت كنت تطلع بسكتشات قبل دايما قلك لازم دايما تطلع ناصر لانه يوهاف ات ايه اه اه اوقات بتسلك كنت هلا يمكن بهذا نسليش عنه تطلع بالزبط بدي اكتجا تطلع اذا خليتي انت لا لا مطلع ناصر فقيق كتير مبسط تانكوا لانك جيد واللي ما بيعرف على الجد انا بعتقد كل هود المهرجانات اللي عم يعملون اللي كتير كنا كنتركب مقلتهم انت تحت الهوب تركب مقلتهم بس انه ما حدا بكرم مظبوط الشغل يعني انت الشغل اللي عامله فيه تاريخ ناصر فيه تاريخ انت او كانت توني اهوجة هلا اللي بعرف الان احنا جينا جيل متل التلمزنا وطلعنا وعملنا اور اون كرير بس من ورا الهيدا بس فيه تاريخ غيرته كتير اثرته كتير بقلب اله الحب العالم تجعب اللك او ما فيه كتير بعد لطلاب انا علمت شوي بالجامعات فضيحة ما بيعلموا شي ما بيعرفوا مين ما بيعرفوا شو ما عنا اندستري اللي قال اتكرس الشغل ولا لا تكرم الشغل ولا يلا وهذا الاسف كمان درج بتعم تقول انت بيدول مهرجانات اللي بيعملون بيوركس وبياف ما معرف شو كذا يعني كله بتحس انه كشور بس يطلعوا مصاري ما اكثر فعليا الناس اللي لازم يتكرموا او الناس اللي فعلا نشحوا بحياتهم او عندهم شي يقولوا ما بتلاقيهم بيدول مهرجانات يعني بالضبط مشان هيك انا مني انا اخر جيلك انا اخر جنريشن اكس انت اكس و انا اكس اه شكرا شكرا شكرا